مرحبا بكم. رجعنا لكم بواسطة جديدة. اليوم هنعمل ان شاء الله خبز صحي سهل جدا. يلعى الواسطة. عنا الحبوب الكاملة. عنا الشعير والشيلم او الجودار والقمح. من ممكن استخدام اي نوع من هاد الانواع. ويمكن شراء الدقيق الجاهز. ممكن نشتري جاهز الدقيق مع النخالة او مع القشرة. يكون مطحون وجاهز. مثل هيك. نوضع قليل من الدهون مع الدقيق او ورق الزبدة على القالب. ساوضع جميع المكونات على الشاشة ازا كنتم بحاجة الى التقاط صورة للمكونات. عندنا هان التوت الازرق. طازج او مجمد. انا دافع نصف كوب. نصف معلقة صغيرة ملح. خميرة معلقة كبيرة. خمس عشر جرام. يمكن استخدام الخميرة الطبيعية. ساوضع الرابط تحت في صندوق الوصف. ولكن هي بتاخد مدة اطول بالتخمير. عند استخدام الخميرة الطبيعية بتاخد مدة اطول يعني تقريبا من من ستة لثمان ساعات بالتخمير. دقيق الشعير اثنين كوب ونصف. تلتمية وخمسين جرام. او حسب الحاجة. الوصفة فيها مرونة. سواء في التوت او الماء او الدقيق. المهم تكون العجنة رطبة. وليس جافة. هلقيت الفرجيكو كيف تكون. يعني ما تكون جافة. انا عميت كمية صغيرة انتم ممكن مضاعفة الكمية. مثل هيك لازم تكون العجنة. يمكن وضع العجينة في اي قالب يتحمل حرارة الفرن. او اي قالب متاح عنكم. او بدون قالب ممكن. نترك العجينة ترتاح حتى ترتفع. حسب درجة حرارة المطبخ. هذه هي المكونات اذا كنتم بحاجة للتقاط الصورة. هيك بعد ما ارتاحة بنشغل الفرن مسبقا من الاعلى والاسفل متين درجة مئوية. نضحها بالرف الاوسط تلاتين دقيقة. هيك اصبحت جاهزة. نترك الخبز على الشبكة حتى يبرد تماما. فوائد الشعير والتوت الازرق عظيمة لا يمكن تحدث عن الفوائد العظيمة خلال تلات دقائق في الفيديو. ممكن تبحثوا عن الموضوع وعن فوائد الشعير والتوت الازرق. هذا شكله. كتير هو روعة ومميز. التقطيع حسب الزوق. كيف ما بتكم بتقطعوه حسب زوقكم? ازا بتكم نعمل وصفة الجبنة النارويجية البنية اكتبوا الى تحت بالتعليقات. هي كتير مميزة. ملاحظة يجب عليكم التأكد من هذه الوصفات من كل الوصفات. بتناسب نظام كوم الغذائي او الوضع الصحي. لا يوجد وصفة تناسب جميع الاشخاص. اتمنى تكتبوا لي رايكم تحت بالتعليقات لانه رايكم كتير بهمني. الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك اتمنى اشتركوا بقناة اليوتيوب اسم القناة شايف نائب من شان يصلكم كل جديد. في امان الله.